اولادي وبناتي طالب الطالبات الصف السادس الافتدائي اهلا بكم تعالوا مع بعض النهاردة نكمل باقي الدرس الاول في الوحدة التانية اللي كان بعنوان المصابيح الكهربية قلت لكم في الدرس اللي فات او في الجزء اللي فات من الدرس ان انا عندي قاعدة المسباح او النقطتين الاتصال زي اللامبة مثلا الفلورسنت دول بيوصلوا المسباح بالديرة الكهربية يعني ايه بقى ديرة كهربية? الديرة الكهربية دي هي مصار مغلق بيمر فيه الطيار الكهربي. يعني ايه? يعني اللامبة بتاعتي ليه ما بتفضلش تنور وتدفل تنور وتدفل ايه? انا بداية منورتها خلاص هي سبتة. عشان الكهربة ماشية في طريق مقفول. ما بتتصربش ولا هنا ولا هنا. لا. هو طريق مقفول عمالة تلف فيه. فبالتالي اللامبة بتفضل منورة على طول. الطريق اللي هو مقفول ده وبتفضل الطيار الكهربية يمشي فيه هو ده الديرة الكهربية. طب ايه يا مكونات الديرة الكهربية البسيطة. انا مش هدرس الديرة الكهربية بتاعة الشقة مسلا دي معقدة. عايزة اوصلها لكم بطريقة بسيطة. فهعمل ديرة صغيرة بتتكون من اربع اجزاء رئيسية. اول حاجة البطارية. هي دي اللي هيطلع منها الكهرباء اللي انا هدرس طريقها. يبقى هي دي مصدر الطيار الكهربي في الدائرة بتاعتي البطارية بتاعتي. بعد كده اسلاك التوصيل هو انا هوصل اجزاء الدائرة بايه? اكيد مش بخيط. اكيد بحاجة توصل الكهرباء. الحاجة اللي هتوصل الكهرباء وتربط اجزاء الدائرة ببعضها هي مين? اسلاك التوصيل. هتوصل البطارية باللمبة بتاعتي. طب ليه حطتي لمبة بقى? عشان اللمبة بتاعة دي هي هي اللي هتعرفني لو الكهرباء مشيت في الدائرة هتنور. لو ما فيش كهرباء اللمبة مش هتنور. ليه? اصلي الكهرباء ما شوفهاش بعناية. لكن اقدر اشوف ضوء اللمبة. فهي دي اللي هتعرفني ازا كان فيه كهرباء مشي في الدائرة ولا لأ. بعد كده في عندي مفتاح كهربي اللي هيتحكم يقفل للدائرة او يفتح عشان اللمبة تنور او تطفيل. يبقى هي دي مكونات الدائرة الكهربية بتاعتيه. البطارية. اللمبة او المسباح الكهربي. المفتاح الكهربي. والسلك اللي هيوصل ما بين كل الاجزاء دي. طيب. كده معناه انت زي ما بتقوليلي دي مصار مغلق. عامل زي السلسلة اللي مقفولة. طب هو انا لو لابسة سلسلة فرقابتي مش ممكن افتح السلسلة دي هيت. فافصل الطرفين بتوعها. اوارجع اقفل السلسلة القفل بتاع السلسلة فاربط الاجزاء بتاعتها تاني. صح ولا لأ? ايه دائرة الكهربية بتاعتي نوعين? يا اما دائرة كهربية مغلقة يعني مغلقة. بصوا كده للصورة اللي على الشمال دي? كل اطراف الدايرة مقفولة متوصلة ببعضها. يبقى الدايرة الكهربية المغلقة كل اجزاءها متصلة ببعضها. فبالتالي الكهربة وهي ماشية هتقدر تعدي فيها ليه? مفيش حاجة قطعة الطريق بتاعها. مفيش حاجة فصلة الطريق بتاعها. فبالتالي ايه اللي يحصل? الكهربة تفضل ماشية جوة الدايرة? واللمبة تفضل منورة. طب لو انا فتحت الدايرة يعني ايه? يعني فصلت جزء زي الصورة اللي على اليمين دي. فصلت جزء. الكهربة وهي خارجة هتلاقي جزء فاضي هنا ما فيهو السلك مش هتعرف تعدي لللمبة. فاللمبة هتفضل مطفية. يبقى ايه الفرق ما بين دايرة مغلقة ودايرة مفتوحة? المغلقة كل اجزاءها متوصلة ببعضها وبالتالي الطياري الكهرابي يقدر يمر فيها فاللمبة هتنور. لكن الدايرة المفتوحة اجزاءها ما بتكونش متصلة معا. فيه جزء مقطوع في النص. فالطيار الكهرابي لن يستطيع المرور فيها فاللمبة هتطفي او مش هتنور. ده الفرق ما بين دايرة مغلقة ودايرة مفتوحة. طب انا دلوقتي عندي اكتر من لمبة. عايز اوصلهم جوة دايرة. هل هوصلهم كده وخلاص? لأ. عندي طريقتين لتوصيل المصابيح الكهربية جوة دايرة الكهربية. نوع اسمه توصيل على التوالي. ونوع اسمه توصيل على التوازي. ايه الفرق بقى ما بينهم. توالي من اسمه متتالين. ورا بعض. واحدة ورا تانية. طريقة بيتم فيها توصيل المصابيح الكهربية. واحدة تلوي الاخرى. بصوا. لمبة ورا لمبة ورا لمبة ورا لمبة. الكهربة تخرج من دي تدخل دي تخرج من دي تدخل في دي. هي دي التوصيل على التوالي. طب اللي على التوازي? لأ. انا بعمل طرق كتير وفي كل طريق حتى لمبة. يعني هم مش ورا بعض. هم بطرق متوازية مع بعضيها في مسارات فرعية. بصوا كده. الجهربة بتخرج من البطارية. لقيا قدامها طرق كتير. كل طريق في لمبة. والشوارع كلها متوازية مع بعضها. فسميناه توصيل على التوازي. عشان هي مسارات متفرعة. عامنا زي الطريق اللي فيجا شوارع فرعية خارجة منه. يبقى دي اسمها التوصيل على التوازي. طيب. معنى كده. ان في التوصيل على التوالي اللي هي واحدة ورا التانية. الكهربة وهي ماشية. ملهاش طرق كتير. هو طريق واحد اجباري. عامل زي اللي ماشي في شارع مفوش ولا دخل يمين ولا دخل اشمال. مضطر انه يمشي في الطريق كله. فاللمبة دي الكهربة تخرج من البطارية. تخش على اللمبة الاولى. وبعدين تدخل على اللمبة التانية. وبعدين على التالتة. وهكزا. طريق واحد فقط مجبرة تمشي فيه. يبقى في التوصيل على التوالي. الطيار الكهرابي ليه مصار واحد فقط خلال الدائرة الكهربية. قمنا على التوازي. بصوا. الكهرباء اللي مشت وخرجت من البطارية. لقيت شارع جانبي. حابة دخلوا لللمبة دي والباقي يكمل. وبعدين حابة دخلوا اللي بعدها في الطريق اللي بعده والباقي يكمل في الشارع الرئيسي وهكزا. يبقى الكهرباء او الطيار الكهرابي ليه اكتر من مصار داخل الدائرة الايه? الكهربية. طيب لو انا زودت عدد اللمبات جوه الدائرة هل ده هيأثر على شدة الاضاءة بتاعت اللمبات دي? تعالوا نشوف. في التوصيل على التوالي عشان تفهموها تخيلوا واحد معاه طلبات او اردارات رايح يوصلها. هو بنفسه هيخش كل مكان او كل شارع يوصل الاردر وبعدين يخرج يروح للشارع اللي بعده وبعدين يخرج يكمل في الشارع وهكزا. فمعنى كده هو اللي بيوصل كل الطلبات بناسه هيتعب. نفس الكلام ايهنا الكهرباء مالهاش غير طريق واحد فقط مضطرة تمشي فيه. مضطرة تعدي كلها على كل اللمبات. على لمبة لمبة وربعد. فايه اللي يحصل كل ما زود عدد اللمبات يعني زود الطريق على اللمبة? ايه على الكهرباء? ايه اللي يحصل? الاضاءة بتاعت اللمبات تقل. شدة الاضاءة هتقل. وضوء اللمبة هيبقى باهد. يبقى في التوصيل على التوالي. عند زيادة عدد المصابيح المتصلة على التوالي. هتقل شدة الانارة بتاعت كل لمبة. هلاقي الاضاءة بتاعتهم كلهم ضعفت. لكن بقى في التواصيل على التوازي. تخيلوا نمعي اردارات كتير. وعندي شوارع كتير قدامي عايزة اوصل لها الاردارات دي. بس فيها هيسهلولي الحاجة. ازاي عندي كل شارع واقفني واحد تاني هياخد هو الطلب مني ويخش هو الشارع يوصله. انا مش هتعب نفسي. يبقى كده. انا مش هتأثر بعدد الشوارع. مهما الشوارع زادت. انا ماشي في طريقي وعندي كل شارع واحد مستميني هو هيكمل وياخد الحاجة ويوصلها. فمش هتعب. نفس الكلام في التوصيل على التوازي. اه على التوازي. اه دي غلطة في الكتابة هنا. على التوازي نصلحها في الملزمة معنا. في التوصيل على التوازي لا تتأثر انارة كل مصباح مهما زاد عدد اللمبات. حتى لو هتبميط لمبة هتفضل الاضاءة واحدة. طيب. ايه اللي يحصل لو لمبة من اللمبات الكتير دي اتفكت او تحرقت? هل هتأثر على باقي اللمبات ولا لا? تعالوا نشوف. لو انا ماشية في شارع. ومجبرة الشارع ده مالوش غير اتجاه واحد فقط لغير. وفجأة لقيت حفرة كبيرة قطعة الشارع. الشارع كله هيقف ومش هيعرف يمشي. ليه? لان احنا كلنا مجبرين نمشي في الشارع ده. يبقى لو لمبة واحدة بس من اللمبات اللي متوصلة على التوالي اتفكت او اتحرقت الطريق وقف اللمبات كلها. كده الطيار الكهربائي مش هيقدر يمشي واللمبات كلها اللي على الطريق ده هتطفي. يبقى في التوصيل على التوالي هتنطفق كل المصابيح لو فكينا واحد بس او اتحرق. طب في التوصيل على التوازي انا ماشية في شارع. لقيت حفرة. هكمل في الشارع اللي بعده. صح ولا? كل ما في الموضوع انا مش هخش الشارع اللي في الحفرة. لكن عندي كزا اختيار تاني. عندي شوارع كتير امشي فيها. يبقى باقي الشوارع شغالة. يبقى باقي اللمبات هتشتغل ومش هتتأثر باللمبة اللي اتحرقت. يبقى في التوصيل على التوازي لو فكيت او لمبة من لمبات اللي متركبة اتحرقت. باقي المصابيح لا تنطفق وتفضل شغالة. ليه? عشان عندي مسارات تانية. عندي اختيارات تانية همشي فيها. اللي هي باقي الطرق التانية اللي همشي فيها. يبقى لو قلي في التوصيل على التوالي ليه لو لمبة اتحرقت او فكيت واحدة باقي المصابيح هتتطفي. هقول له لان الطيار الكهرابي ملهوش غير مصار واحد بس. طب في التوصيل على التوازي ليه مش هتتأثر? هقول له لان في حالة التوصيل على التوازي الطيار الكهرابي لعدة مصارات لأكتر من طريق يقدر يمشي فيه. فمش هتتأثر باللمبة اللي حرقت. لحد هنا خلصنا الدرس الاولاني بتاعنا في الوحدة التانية. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نبدأ مع بعض في الدرس التاني ان شاء الله. اشوفكم على خير. مع السلامة.